من فترة كنا استقرضنا معاكم خبر بتاع التغيرات المناخية وارتفاع منصوب مياه البحر المتوسط وخطر ده على اسكندرية على الدلتة على محافظات كثيرة وأهمها المحافظات الساحلية وحتى يعني قلنا أنه النظام المصري عشان يحارب الكلام ده راح يعمل مدينة جديدة اسمها أبو إير الجديدة وهو بيقول أنه فيه مشاكل في التغيرات المناخية لكن النظام الحقيقي واضح أنه هو بعد قمة المناخ أو قبلها قرر أنه ياخد خطوات جادة تجاه أزمة التغيرات المناخية في اسكندرية وقرر أنه يبني حائط بحري طيب والله كويس ده خبر كويس طلعوا لنا كده الخبر على الشاشة وزارة الري تعلن عن إنشاء حائط بحري بطول 835 متر لحماية طريق كورنيش الاسكندرية من النوات يبقى هنا احنا عندنا نوات بتحصل في كورنيش اسكندرية فاحنا نعمل حائط بحري أنا قبل ما أتكلم على موضوع الأرقام لأن الأرقام مهمة والتكلفة مهمة برضو هنستعرضها في فيديو كمان شوية أنا بس عايز أقول حاجة جماعة هو مش المنطقة بتاعت سان ستيفانو والمنطقة بتاعت كورنيش اسكندرية دي هو نفس النظام اللي راح دهس الكورنيش بتاعها وشال المنطقة اللي كانت فيها رملة وعمل عليها مامشا خرصاني والعالم كله اتريع عليه وقال انتو انت بتعمل ايه في اسكندرية يعني أنا الحياة مش قادر أفهم لو في مشكلة في التغيرات المناخية وانت عايز توجهها فهو الأولى انك تحافظ على ما تبقى لديك من الطبيعة يعني عندك رملة وعندك شط وعندك كذا ما تروحش تخرب الشط ده بإيدك وتشيل الرملة وتدخل على الجزء اللي على رملة وتعمل لي مامشا خرصاني وتقول لي الصداع عشان الشكل وعشان التوسع وبعدها بشؤية تصرف مش عارف كم مليون تريبا حاجة وستين مليون على الجدار او الحائط البحري ده عشان تحمي النواة فهو إما فيه استراتيجية إما فيش استراتيجية الحقيقة لكن لما بدأنا ندور ونشوف كده هو موضوع الحائط البحرية ده موجود في العالم ولا لا فبصراحة لقيناه موجود وهنعمل مقارنة سريعة كده مع اندونيسيا تحديدا نطلع كده الصورة من موقع أرقام اندونيسيا اللي بتكلم على اندونيسيا تبني حائطا بحريا أمام العاصمة لحمايتها من الغرق الحائط ده كان ليه أسباب يمكن تظهر في الصورة اللي جاية أيضا انه فيه خطر وجودي يهدد عاصمة أكبر دولة مسلمة في العالم وكان بيتكلم على العاصمة الاندونيسية جاكارتا وبيقول انه لا فيه حائط بحري موجود هناك وبيعملوه عشان يحموا نفسهم من التغيرات المناخية ويحموا نفسهم من الغرق ما بين اندونيسيا وما بين مصر ما بين الحائط ده والحائط ده تعالوا نشوف مع بعض كلا الفيديو اللي جاي ونركز فيه شوية حاجات أول حاجة المساحة الطول بتاع كل حائط تاني حاجة التكلفة لانه التكلفة لما هنيجي نشوف المقارنة ما بين مصر واندونيسيا ما بين اسكندرية والعاصمة الاندونيسية هنلاقي فرق شاسع فيه التكاليف وبعدين نرجع نعلق على الداعي الأسباب الكفاءة التكاليف بتاعت كل حائط بحري من الاتنين نتابع يبقى اذا فيه حائط بحري فيه دول بتعمله لانه هو ضرورة ايوة بيتكلف 200 وشوية مليون دولار في اندونيسيا عندنا بنعمل حائط هيتكلف حوالي 4 مليون والتاني 11 مليون دولار عند قلقة قايد باي حاجز أمواج والكلام ده انا هنا مش بنائش احتياج احنا محتاجين ولا لا اكيد محتاجين اكيد مع التغيرات المناخية احنا محتاجين بس محتاجين ايه وبكام وطوله قد ايه ومساحته قد ايه والتكلفة قد ايه والكفاءة قد ايه انت مجيش تقول لي مثلا الهيئة الهندسية هتنفذ ولا الحج حسين هينفذ ولا الحج مش عارف مين هينفذ وانا مش هدفع لك الفلوس ومش هينفذ كويس فبالتالي هنرمي فلوس في الارض وهنرجع بعد كده نشيله ونعمل غيره انت عندك دول لما بتعمل حاجة زي كده بتعملها صح بكفاءة عالية بتكلفة ممكن تكون عالية لكن خلاص هي بتعمل مرة واحدة وبتستفيد منها بعد كده لكن الوضع عندنا في مصر الحقيقة ان احنا بندور الحاجات اللي زي كده بطريقة الحج سعيد موجود والحج حسين موجود والمهندس مش عارف مين موجود ما تيجوا نفتكر كده استيسي بيدور المشروعات اللي شبه دي بطريقة عاملة ازاي ونرجع نعمل اخد الفلوس بعد سنة حاج سعيد ايوة اهدلك فلوس كوبرو منيب اخدها الصفة هنا ها احرقتك لا مش عايزة حرجك مش عايزة حرجك طب اديك جزء يعني ماشي تعال بقيتك يا فاندي اوامر يا فاندي اوامر ايه اوامر مدفعش طب بسمع حاج سعيد حياخد خمسة وعشرين لغاية لما يسلمه لنا تمام يا فاندي ماشي كده تمام يا فاندي بس على طول حاضر يا فاندي ماشي اهاب بص يا اهاب و بص يا كامل و بص يا عم سعيد احنا عندنا حائط بحري عايزين نعمله في اسكندرية بتكلفة اربعة مليون و حائط بحري تاني عايزين نعمله او حواجز امواج قدام قلعة القاعد بايب 11 مليون انت تاخد وانا اوامر ومش هديك ومش هعمل خد ميتين الف بس لحد ما شوفه ومش هعرفها في الاخر الحاجة بتتعمل بايزة الحاجة بتتعاد تاني بنرمي فلوس في الارض الحقيقة اللي السيسي برضو بيدير بيها المشاهد اللي زي دي هي قصة ان انا بشو اعمل حاجة ببلاش تعالوا نشوف كده قال ايه قبل كده ما تتدايقش ما تايق يا فندم ما تايق ما تتدايقش ادفع بقى ايو ادفع مفيش حاجة بكده ببلاش مفيش ببلاش خلاص و احنا هنعمل كل حاجة اللي انتو عايزين ما اصنع عطور و ما اصنع كل حاجة اللي انتو عايزين اناعمل حوائط بحري بس مش ببلاش انتو اللي هتدفعوا مين اللي هيدفع الناس حضراتكو اللي هتدفعوا الكلام ده من جيوبكو لان احنا محتاجين حوائط بحرية طيب حضرتك كورنيش اسكندرية اللي هو انت بواسته طب اصر المنتزه اللي انت جرفت فيه الحشائش والاماكن الخضراء والمسحات الخضراء لا دي حاجة تاني القصة اللي احنا بنتكلم فيها هنا مش عن جدوى المشروع ولا عن اي حاجة نزي ما قلتلك كويس ان النظام ده بيعمل حاجات تواجه التغير المناخي يمكن حد يستغرب يقول لي ايه ده انت بتقول انهم بيعملوا حاجة كويسة اه الحقيقة لو هو بيعمل حائط بحري فدي حاجة كويسة اعمل حائط بحري حاول تقلل من اثر النواة بس حضرتك هتمشي في استراتيجية حماية البيئة فاحترم نفسك واحترم البيئة وبطل قلة الايمة اللي انت بتعملها في البيئة في المنتزه وفي سان ستيفانو وفي شواطئ اسكندرية فالحقيقة دي كانت قصة نموذج من نماذج التناقض الشديد اللي بيعيشوا هذا النظام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة